حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن بلال بن يقتر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على سجستان فلقيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استعمل رجلا على جيش وعنده نار قد أججت فقال لرجل من أصحابه قم فانزها فقام فانزها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا وقع فيها لدخلاء النار إنه لطاعة في معصية الله تبارك وتعالى وإنما أردت أن أذكرك هذا وقال حماد أيضا قم فانزها فأبى فعزم عليه وقد قال حماد أيضا لطاعة في معصية الله تعالى قال نعم حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عمار يعني ابن أبي عمار عن ابن عباس قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي